موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم في كوشك الصحافة والذي سنستعرض فيه كالمعتاد أبرز ما جاء في الصحافة اليمنية والعربية من تطورات تشهدها اليمن نبدأ من المواقع الالكترونية اليمنية ومن موقع ماري بيريس نستعرض أبرز ما جاء فيه وكالات الأمم المتحدة تطلب دعما دوليا قدره مليار وثمانمائة مليون دولار لتغطية مساعداتها الإنسانية باليمن عنوان الموقع أيضا محافظ ريمة محمد الحوري يزور جرح الجيش والمقاومة في جازان السعودية ومن العنوين تجدد الاشتباكات غرب إب وقيادي بارز يزور ثلاثة مواقع ميدانية للمقاومة من العنوين إلى تفاصيل خبر استهداف بوارج التحالف لمعسكرات سرية للميليشيا يقول الموقع وصلاة الطائرات والبوارج الحربية التابعة للتحالف القصف العنيف على مواقع الميليشيا في محافظة حجة شمال غرب اليمن وأيضيف الموقع واستهدفت الطائرات أليات وأطقم عسكرية للمتمردين في مديرية حيران ودمرت فيها قصف الطائرات والبوارج الحربية معسكرات المتمردين بمنطقة الجر الزراعية بمديرية عبس وقالت مصادر عسكرية إن البوارج البحرية وطائرات استهدفت معسكرات للمسلحين في مزارع تابعة لصالح وبعض رموز نظامه السابق في منطقة الجر المطلة على البحر الأحمر ننتقل بكم مشاهدين إلى موقع يمن مونيتور ونستعرض أبرز ما جاء فيه بوارج التحالف تدعو لإخلاء غاطس ميناء الحديدة اليمنية من السفن والباخرات في عنوان آخر التحالف يدمر تعزيزات للحوثيين في حيران بمحافظة حجة شمالية اليمن كما تناول الموقع سفير اليمن في واشنطن يبحث امكانية عودة المساعدات الأمريكية لليمن في أشان السياسي ركز الموقع على تصريحات سفير السعودية في إيطاليا عن اليمن يقول الموقع قال سفير المملكة العربية السعودية لدى إيطاليا ومالطا دكتور رائد بن خالد قرملي إن الحرب الدائرة في اليمن ستتوقف اليوم إذا كانت ميليشي الحوثي وأنصارهم سينطبق عليهم أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي صدر دون وجود أي صوت معارض له وجاء في بيان السفير أنه على ما يبدو فأعضاء البرلمان الأوروبي ليس لديهم معلومات صحيحة على الواقع الحالي في اليمن ويجب عليهم الانضمام إلى الإجماع في المجتمع الدولي لإدانة ميليشي الحوثية التي تنهب المساعدات الإنسانية وتفرض الحصار على المدن التي يتخذون من التجويع سلاحا إلى جانب قصفها للمناطق الأمنة بما في ذلك مناطق داخل الأراضي السعودية كما أنهم يقومون بإجبار الأطفال على أن يصبحوا جنود وفي شأن متصل أكد الدبلوماسية السعودي أن الغارات الجوية السعودية من ناحية أخرى يتم التخطيط لها وتنفيذها بعناية كبيرة موظيفا نحن نجمع ونرصد جميع عملياتنا ونوفر حرية الوصول إلى أصدقائنا الأمريكيين والأوروبيين لدراستها الخطر المحدق بمقاومة تعز تحت هذا العنوان كتبت ويام عبد الملك مقالا في موقع يمن مونيتور تحدثت عن المقاومة والاتهامات التي توجه للمقاومة بفعل الممارسات التي تحدث في المدينة تقول الكاتبة أصبحنا نسمع كثيرا عن خلافات بين أفراد المقاومة الشعبية وأصبح الجدل كبيرا وتحديدا حول جزئية ننتقد المقاومة أو لا ننتقدها البعض يطالبون بانتقاد المقاومة حين تخطئ أو تقصر في المقابل هناك من يتعامل مع تلك الانتقادات بالتشكيك والتخوين ينتقدون حدوث سرقات كثيرة لمنازل أو محلات تجارية في مناطق خاضعة لسيطرة المقاومة وهذا بالفعل حدث لكن لا ينبغي أن نقول أن المقاومة تسرق ونعمم سوء الأفراد من المنتمين للمقاومة فأكثر المنضمين لها هم من رجالات تعز المخلصين الذين خرجوا للدفاع عن مدينتهم في المقاومة شباب في ربيع العمر انتموا إليها ولهم لهم إلى بناء اليمن الذي يحلمون به الكثير منهم كان بإمكانهم مغادرة المدينة وبناء مستقبلهم في مدينة أخرى أو دولة أخرى لكنهم بقوا ليدافعوا عن مدينتهم ويعلنوا بملء أفواههم أنهم لن يركعوا مهما استبدى الظالم هم شباب خرجوا لا يريدون شيئا هم فقط لم يرتضوا الذل والمهانة التي تمارسها بحقهم جماعة الحوثيين وصالح ما يحدث الآن يضر بالمقاومة ويعمل على تفكيك الحاضنة المجتمعية التي تحظى بها وسيعمل كذلك على تشويه المقاوم الذي ترك كل شيء خلفه وخرجا يدافع عن الوطن أولا ومدينته ثانيا وسنخسر قضيتنا التي ضحينا لأجلها بالكثير وأيا كانت دوافع النقد فإن توقيتها خطير للغاية إذ بات الحديث عن الحسم في اليمن يقترب وسيكون المستفيد أولا وأخيرا من أي تفكيك أو تخاذل هو صالح وجماعة الحوثي فهم لن يدخروا أي جهد للبحث عن طرق للالتفاف ليتسيد فشل المقاومة في تعيز المشهد نتحول إلى موقع تغيير نت ونطالع فيه نائب الرئيس يؤكد على التعامل بحزم مع الجماعات التخريفية بمحافظة عدم أما إلى تعز مقتل امرأة وإصابة مادنيين بقصف الميليشيا على الأحياء السكنية بتاعز ونقل الموقع عن مندوب اليمن الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة علي محمد مجور ما يجري في اليمن ليس اختلافا سياسيا بل انقلابا كامل على الشرعية عبر ميليشيا مسلحة ركز الموقع على تفاصيل ضبط أدوية وسلاح مع مسافرين يمنيين في مطار القاهرة كان متجهين إلى العاصمة صنعاء ويقول الموقع في تفاصيل هذا الخبر ضبطت سلطات مطار القاهرة أمس الأربعاء راكبين يمنيين حاولا تهريب ثلاثة حقائب أدوية وخمسة فوارغ طلقات ورشاش لدى سفرهما إلى صنعاء وتم احتجاز المضبوطات والسماح للراكبين بالسفر وصرحت مصادر أمنية مسؤولة بمطار القاهرة الدولي أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الجوية اليمنية المتجهة إلى صنعاء عن طريق بيشا بجنوب غرب المملكة العربية السعودية اشتبه رجال الأمن في حقائب وتم فتحها ليتبين وجود ثلاثة حقائب ممتلئة بالأدوية ورفض رجال الجمارك سفرها باعتبارها كميات تجارية وأنها مخالفة لإجراءات التصدير وتم مصادرتها كما تم ضبط خمس فوارغ طلقات رصاص بحقيبة أخرى على نفس الطائرة وتمت مصادرتها ونقل موقع نيوز يمن عن قائد المنطقة العسكرية الخامسة المكلف العميد علي حميد القشيبي ميدي وحرض باتت خالية من مقاتلية الحوثي وصالح وعن الموظفة الدولية المختطفة في اليمن مناشتات لإطلاق موظفة الصليب الأحمر المختطفة في اليمن منذ نحو ثلاثة أشهر وعنون الموقع في عنوان آخر نقابة الصحفيين تستنكر صمت السلطات الرسمية عن الصطو المسلح الذي يتعرض له مقرها في عدن واهتم الموقع بتفاصيل خبر اجتماع مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية لليمن يقول الموقع يعقد في الرياض يوم الاثنين القادم الاجتماع الأول لمكتب تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية اليمنية وأوضح الأمين العام المساعد لشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الاجتماع سيستعرض مرئيات المنظمات الإغاثية والإنسانية بدول مجلس التعاون حول مشروع خطة المجلس الشاملة لإغاثة الجمهورية اليمنية لعام 2016 وتابع الموقع في التفاصيل ويأتي الاجتماع الذي يشارك فيه مسؤولون عن المنظمات الإغاثية في دول مجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والحكومة اليمنية في إطار الإعداد للمؤتمر الدولي لتنسيق الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن المزمع عقدها في الرياض في وقت لاحق من العام الجاري ونقل موقع الموقع عن المتحدث باسم مقاومة الجوف عبدالله الأشرف ترتبات عسكرية للتحرك نحو مديرية حرف سفيان في الشان العسكرية أيضا مقتلوا 55 حوثيا بغارات جوية على امتداد الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية وفي عنوان آخر منظومة باتريوت تفجر رابع صاروخ يطلقه الحوثيون على مأرب خلال أقل من 48 ساعة وأهتم الموقع بتفاصيل خبر إفراغ سفينة شحن مساعدات في ميناء الحديدة ونقرأ في تفاصيل هذا الخبر قالت الأمم المتحدة إن سفينة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تنقل مساعدة إنسانية أفرغت شحنتها في اليمن بعد أن تم تحويل مسارها إلى السعودية شهر الماضي لأنها كانت تقل أيضا معدات التصالات ونقلت وكالة الويترز عن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق تأكيده أن سفينة من بورت سيدار أفرغت شحنتها في ميناء الحديدة مضيفا أن سفينة تحمل شحنة تحتوي على علبة تونة والإمدادات الطبية كانت تنقل أيضا معدات خاصة بتكنولوجيا المعلومات تركت في جزان لاستكمال التقارير بغية السماح بنقلها إلى عدن لمركز المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة ونطالع في موقع المصدر أولاين أبرز الأخبار والعناوين ونبدأ من محافظة إب تجدد المعارك بين المقاومة والحوثيين بحزم العبين في إب دون إحراز أي تقدم أما إلى محافظة الجوف المقاومة والجيش الوطني تقدمان نحو الخط الدولي في الجوف على الحدود مع صعدة وفي التطورات السياسية اجتماع استثنائي للرئيس هذه مع الفريق السياسي للدولة في أرياب أضاف المصدر لموقع المصدر أولاين إن العشرات من المسلحين الحوثيين أو أن العشرات من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح سقطوا قتلى وجرحة خلال الغارات الجوية وأضاف ذات المصدر أن الغارات الجوية كانت مفاجئة حيث لم يسمع دوي للمقاتلة التي شنت الغارة إذن مشاهدين نكتفي بهذا القدر من العناوين والأخبار من الصحافة اليمنية ونذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لإستعراض أهم ما ركزت عليه الصحافة العربية صادر هذا اليوم ابقوا معنا نعود تحبكم مشاهدين الكرام ونستحبكم في جولة بين أهم مقالات الصحافة العربية الصادر اليوم والبداية من صحيفة البيان التي أعلقت بشأن المعارك تقدم مزدوج للشرعية نحو صنعاء وصعداء وقالت الصحيفة واصلت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدمها نحو محافظة صعدة معقل الإنقلابين كما تواصل وحدات أخرى التقدم نحو العاصمة صنعاء وبحسب مصادر المقاومة الشعبية تقدمت قوات الجيش الوطني في أطراف مديرية خبو الشعب شمال محافظة الجوف عبر محور الخنجر ومحور صابرين ومحور الأقاشر حيث تسعى لقطع الإمدادات على ميليشيا الحوثي وصالحة الإنقلابية عبر محور خب العقبة وفي محور صنعاء واصل الجيش الوطني تقدمه في مديرية نهم شرق العاصمة عقب مواجهة عنيفة مع الإنقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع وقالت مصادر إن الجيش الوطني والمقاومة سيطر على مواقع استراتيجية بمنطقة المدفون بالقرب من محلي بمديرية نهم شرق صنعاء عقب معارك عنيفة مع الإنقلابيين وأن غارات عنيفة ومكثفة نفذتها مقاتلات التحالف العربي استادفت جمعاتهم في مديرية نهم شرق صنعاء ومنطقة صرف ومعسكر الخرافي شرقي صنعاء تنقل صحيفة العربي الجديد عن منظمة اليونسيف توصيفها لما يحدث لمدينة تعز من حصار فرضته الميليشيا وتقول الصحيفة يونسيف تعز تعيش أزمة مياه خانقة ومزمنة أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف في اليمن بأن مدينة تعز تعيش أزمة مياه حادة ومزمنة وهي الآن أكثر حدة مع السمرار المواجهات المسلحة في المدينة وأوضح الناطق الرسمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة في اليمن محمد الأسعدي أن المياه كانت تصل لمنازل المواطنين قبيل الحرب عبر مؤسسة المياه كل أربعين يوما ولزمن محدود فيخزن الناس المياه في خزانات أرضية أو أوان خاصة لكن الأوضاع ازدادت سوءا في الآوينة الأخيرة مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه منظمة ألف نسيف حاليا للمؤسسة بالوقود لتتمكن من توفير المياه بشكل منتظم ربما لفترات أقصر من فترات ما قبل الحرب وأضاف الأسعدي في تصريح خاص للعربية الجديد أن المنظمة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق الأكثر تضرراً داخل مدينة تعز وخاصة في مديريات صالة والقاهرة والمضفر حيث توفر مياه صالحة للشرب عبر نقاط توزيع نصبتها بشراكة مع مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمدينة أما عن عدد المستفيدين من هذه الخدمة فعددهم حسب المتحدث يزيد عن 33 ألف مواطن يستفيدون من هذه التدخلات بشكل يومي ثورات الربيع العربي وتحديات المستقبل تحت هذا العنوان كتب المصري عادل سليمان ما قاله في العربي الجديد عن التحديات التي تواجه ثورات الربيع العربي اليوم ويقول الكاتب التحدي الأول هو ما يطلق عليه قوى الثورة المضادة وهي قوى غير ملموسة ولا محددة المعالم لكنها تضم تنويعات من أصحاب المصالح ومن عناصر ما تعرف بالدولة العميقة من أجهزة بيروقراطية متكلسة تساندها نخبة ممن يطلق عليهم علماء ومثقف السلطان وهو ما يشكل قوى اجتماعية لا يمكن الاستهانة بها كما تصور ثوار يناير لأن قوى الثورة المضادة تعرف أهدافها جيدا وتملك إمكانيات وأليات تحقيقها والأهم تعرف كيف تسويق تلك الأهداف للعامة باعتبارها أهدافا وطنية لا يقل التحدي الثاني وهو الخارجي المتمثل في مشروع إعادة هيكلة منطقة الشرق الأوسط بعد أن انتهت صلاحية مشروع سايكس بيكو الذي تم ترتيب المنطقة على أساسه قبل مئة عام بدأت تتضيح معالم هذا المشروع شيئا فشيئا مع تطور الأوضاع في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن ومن قبلها في العراق يتسرب الحديث تدريجيا حول إقامة دول ديمقراطية علمانية والأهم اتحادية أي فدرالية على نمط خاص مبني على التقسيم العرقي والطائفي وفقد الهوية الوطنية التي قامت عليها الدول المنطقة أكثر من قرن ومن هنا تلتقي إرادة قوى الثورات المضادة الداخلية بتنوعاتها المختلفة سياسية وعسكرية وثقافية مع إرادة القوى الخارجية الإقليمية والدولية في مواجهة قوى الثورات الوطنية والحلم الثوري الكامن في البجدان العربي منذ سنوات طويلة ومر بتجارب عديدة بأشكال مختلفة وحمل شعارات متعددة تارة قومية ومرت دينية وطارة أخرى إدلوجية حلم استغلته القوى الاستعمارية وشكلت المنطقة على هواها في حكبة تاريخية سابقة واستغله المغامرون من دعاة الثورات القومية ليؤسسوا نظما شمولية انتهت بالتباعية للقوى الاستعمارية نفسها بأشكال مختلفة وفي كل مرة كانت الشعوب تدفع الثمن الغالي صحيفة القدس العربي تمت أيضا بالشأن الإنساني وعلقت في أحد تقاريرها بالقول على الرغم من أن العاصمة صنعاء أصبحت محسوبة على الطرف الذي يوصف بالإنقلابي إلا أن منظمات الأمم المتحدة ترفض فتحة مكاتبا فرعية لها في مدينة تعز على سبيل المثال للعمل على سبيل المثال للعمل من خلالها على تسهيل وتنسيق دخول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية إليها وبرر مسؤول إحدى المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ذلك للقدس العربي بأنه راجع إلى المواجهات العنيفة التي تشهد ومدينة تعز وعدم وجود أماكن آمنة لضمان سلامة فريقها العامل في هذه المنظمات حيث أن إجراءات السلامة للعاملين فيها مقدم على تقديم المساعدات وكشف مصدر مسؤول في منظمة إغاثة محلية للقدس العربي أن جماعة الحوثي أغلقت مكاتب كافة المنظمات الإغاثية والجمعيات الخيرية غير الموالية لها في العاصمة الصنعاء وجمدت أرصدتها البنكية وصدرت أغلب محتويات مقارها وأخضعت المنظمات الدولية بما فيها التابعة للأمم المتحدة لشروطها وأجبرتها على التعامل فقط مع المنظمات التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع صالح وذكر المصدر أن جميع المساعدات الإنسانية الدولية تذهب إلى جيوب المتمردين الحوثيين والذين يقومون بتوزيعها على أتباعهم فقط حتى في العاصمة الصنعاء كما أنهم يستخدمونها لكسب ولاءات أتباعهم أو من يريدون كسبهم للعمل معهم وأوضح أن هذه المساعدات أصبحت وسيلة من وسائل الكسب لدى الحوثيين والتي تذهب كميات كبيرة جدا منها للميسورين والأثرياء الحوثيين الذين لا حاجة لهم بها وإنما يستفيدون من عائداتها المالية حيث يبيعونها في الأسواق السوداء التي ازدهرت مؤخرا في العاصمة الصنعاء ركزت صحيفة الاتحاد الإماراتي على تطورات العمليات العسكرية التي استهدفت ميليشيا الحوثي والمخلوع وتقول الصحيفة قتل مئة وعشر عنصر من متمردين الحوثي والمخلوع صالح في غارات لتحالف العربي وهجمات قوات الشرعية والمقاومة الشعبية بمناطق متفرقة في اليمن خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية وأنقلت الصحيفة عن الترفزين السعودي أن ستين متمردا قتلوا في ضربات جوية استهدفت محافظة صعدة لسيما منطقة بركان في بلدة رازح غرب المحافظة على الحدود مع سعودية وتابعت الصحيفة أفشل التحالف أمس محاولات تسلل للمتمردين صوب مدينة ميدي الواقعة شمال محافظة حجة الحدودية وأكدت مصادر في المقاومة مقتل خمسة عشر متمردا وجرح العشرات في ضربات جوية استهدفت المتسللين وتضيف الصحيفة أيضا واصل طيران التحالف لليوم الرابع على التوالي قصف قواعد عسكرية ومخاب أسلحة للمتمردين في ضواحي صنعاء وقصفت المقاتلات مساء أمس مواقع عديدة في بلدة نهم شمال شرق العاصمة واستهدفت غارات تجمعات في منطقة بني شكوان وتواصل الصحيفة في التفاصيل وأصابت ضربتان جويتان أهدافا متحركة في منطقة العرقوب ببلدة خولان شمال العاصمة واستهدفت ضربة ثالثة مجامعة متمردة في منطقة الكسارة ببلدة همدان شمال غرب صنعاء ونفذ طيران التحالف خمسة غارات عنيفة على تجمعات للمتمردين في منطقة صرف ببلدة بني حشيش شرق العاصمة عندما لا تحكم الأخلاق السياسة تحت هذا العنوان كتب علي محمد فخر ما قاله في صحيفة الخليج عن الممارسات السياسية ويقول الكاتب تمتلئ وسائل الإعلام العربية المرئية والسمعية يوميا بمحاولات تفسير ما يحدث في أرض العرب من صراعات ونكبات مجتمعية وانتكاسة هائلة في السياسة والاقتصاد وتحظى بعض العناوين بقسط وافر من الاهتمام لكن في اعتقادي أن هناك عنوانا لم يحصل على الاهتمام الكافي ليصبح موضوعا مجتمعيا مطروحا للنقاش الواسع وللدراسة المتعمقة إنه موضوع مدى تناغم وتفاعل القيم الأخلاقية مع ممارسات السياسة في بلاد العرب وبمعنى آخر هل هناك محل للقيم الأخلاقية في الضبط وتوجيه الحياة السياسية في بلاد العرب الواقع أن هذا الموضوع مطروح بشدة منذ القدم فالمفكر والديبلوماسي الإيطالي ميكافيلي طرح منذ عدة قرون مسألة الفصل التام بين القيم الأخلاقية وممارسة السياسة وقد تبنت الأغلبية الصاحقة من المجتمعات الغربية مبادئ المدرسة الميكافيلي هذه وفصلت بين علمي السياسة والأخلاق بالنسبة لما تقوم به الدولة وأنظمة الحكم وما تصدره مؤسسة التشريع ونتج عن ذلك قبول عام بأن القيم الأخلاقية التي تنطبق على الأفراد ليس بالضرورة تنطبق على السياسي فإذا كان الكذب والخداع والمراوغة مثلا صفات غير حميدة وغير أخلاقية بالنسبة للفرد العادي فإنها ليست بالضرورة كذلك بالنسبة للسياسي الذي قد يضطر لأن يمارسها إذا اعتقد أن ممارستها هي من أجل صالح العام لكن تبني هذه المدرسة قد أدى إلى إفساد الكثير من أنظمة الحكم الديمقراطية ولذلك يجد الإنسان نفسه أمام مراجعات كثيرة في الغرب بشأن انتشار الفساد وغياب العدالة وقبول المواطن العادي للسياسي الفاسد وذلك بسبب هذا الفصل التعصفي بين الأخلاق والسياسة مشاهدين بهذا وصلنا إلى خسام جولتنا في الصحافة لهذا اليوم ولما تبقى سوى مشاهدة مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية سنشاهد سويا وإلى أن نتقيكم في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر